السلام عليكم و مرحبا طلاب محاضرة اليوم ان شاء الله راح تكون بداية تشرح موضوع اللابلاس ترانسفورم اللي احنا اخذ به اساسيات و ناخذ تحويل اشارات من التاني دومين الى صغة اللابلاس لكن باستخدام القانون طبعا المحاضرة تكون على الجزءين الجزء الاول اللي هو اليوم اللي هو راح يكون بطريقة حينقل بطريقة الاثبات اللي هي طريقة القانون الجزء الثاني من المحاضرة راح نستخدم فالجدول يحول اي دالة من التاني دومين الى صغة اللابلاس بشكل مباشر لكن احنا من باوين نطلع على المادة بشكل كامل او في حال طلب من الكثبات راح نطلع على المادة كل ان شاء الله ناخذ اول قانون يهمني بالمحاضرة اللي هو يقول المعادلة بدلالة اللابلاس المعادلة بدلالة اللابلاس هي تكامل سالب انفينيتي الى انفينيتي يعني الفترة ما للاشارة اللي عندي في الاشارة بالتايم دومين قبل ان نوضح المتغيرات كده نربح نول اس هي عبارة عن جزء حقيقي وجزء تخيلي نرجع ناخذ قانون اسمه انفيرس لابلاس هذا شغل تقوم بخصي تساوي لي 1 على 2PiJ حدود التكامل أشن المفرق بين القوانين وياهم منهم استخدام في حال هو معطيك المعادلة بالتعين دومين وطلب منك اللابلاس هو اللابلاس مجهول فتقول المعادلة بدلالة اللابلاس تساوي لي تكامل المعادلة للمعاطيات من time domain في exponential سالب ST هذا مضمن القانون طيب إذا هو معطيك المعادلة من labless وطلب منك time domain هي المجهونة يعني من هالمرة بالعكس تمشي إذا من T لل S هذا يسمونه labless transform تحويل labless إذا من S لل T هذا اسمه labless inversing أنت بدلالة S وتريد ترجع المعادلة إلى دلالة T فهو معطيك بدلالة S وتعطيه ترجع نحو T هذا يسمونه inverse labless أيضا ستكون مثل ما اتفقنا المحاضرة عن جزئين طريقة القانون وطريقة الجدول طريقة الجدول هي الطريقة المعتمدة على الأغلب لكن نستخدم القانون في حال جتنا معادلة معقد أخذ المعادلة بدلالة labless أضربه في exponential ST تبعا للحدود من التكامل اللي عندي في واحد على 2πJ تطلع المعادلة المفروض بدلالة time domain هذا كان قانون تحويل labless وهذا labless inverse عفوا شو رحنا أيامتي نقدر نستخدمه هسا أشي بقانونة بالمحاضرة عندنا تمثيل مثلا لابلاس إذا قل يرسم لي دلالة فنعب بينه الخط الأفق يمثل العداد الحقيقية والخط العمودي يمثل العداد imaginary فطلب مني تمثيل هذه الـ S مثل J2 هذه الـ 2 عدد حقيقي موجب لو سالب موجب يعني على يمين سالب يعني على اليسار موجب 2 يعني على اليمين والimaginary أيضا قيمته موجب 2 الimaginary للأعلى موجب للأسفل سالب هذه الـ 2 وهذه الـ 2 معلومات أولية وكان أخذناها قبل لكن ذا جعلها من المحاضرة هسا إن شاء الله أحنا أخذ أول مثال نحلو اللي هو سالب خمسة T U قلنا لكم هذه حسنا نستخدم طريقتين لإيجادة إما الطريقة المباشرة من الجدول وإما طريقة القانون طريقة القانون أشمطك معدرك المعادل بدلالة منه سالب خمسة T لا تقراها S هو معدركه بدلالة T وقال لك Find Lablast Transform هو طالب التحويل إلى Lablast ما طالب الـ Inverse فتقول المعادلة بدلالة Lablast تساوي لحسب القانون أشو تقول تكامل XT يعني المعادلة بدلالة T X من سالب خمسة T في X من سالب حرف S T وعن هاي شون يشكال هذه خمسة وهذه S طيب U of T أشي استفاد منه U of T هي إشارة عبارة عن Unity Step إذا رسمناها ونحن أكد كامرت عليكم إشارة تبقي من الصفر وتستمر من حوال موجب Infinity هل الـ Unity Step قيمة بالسالب الإجابة لا فحدود التكامل الصاد عندي من صفر إلى موجب Infinity حدود التكامل من أين إلى أين من صفر إلى موجب Infinity السبب أنه الـ Unity Step ما لها قيمة بالسالب أصلا كيف كامل هذه العملية مالتي صفر إلى موجب Infinity أقول أقدر أنه أقول Exclamation أسحب T عامل مشترك من هذا الحد يبقى لي موجب S كيف أكامل Exclamation لهذا العس ستقول بشكل مباشر Exclamation للعس تنزل كله نفسه T خمسة زائد S من المحاضرة الفاتحة مع Warrior عشان كنا نكامل كيف ينظر تنزل هي نفسه الجوة مشتقة روس اتفقنا لمشتقة روس كل شيء عادة حرف T كيف ينزل لك إشارة السالب التي ما تنزلها خمسة زائد S السالب خمسة زائد S بيه حرف T لا لأنه لديك تعويض حدود التكامل اللي هي مرة Infinity مرة صفر هذه تقول ما بيه حرف T أخرجبه سالب 1 على خمسة زائد S أفتح أقواس أعوض المكان حرف T مرة Infinity مرة صفر حد الكبير Infinity في أي قيمة Infinity ناقص الحد الصغير exponential 0 في أي قيمة صفر نجي هسا exponential exponential infinity أشقت صفر exponential 0 1 0 ناقص 1 سالب 1 سالب 1 مع هذا السالب يختصر يبقى عندك الإجابة 1 على 5 زائد S إذن المعادلة اللي هي كانت exponential صالب 5 T في U of T بالتعين دومين بلا بلا سالب صالب 1 على 5 زائد S هذه المعادلة صالب بدلالة S طيب هل من الممكن أصلا كان أحول من الجدول ونحن نجي إن شاء الله بالمحاضرة الثانية نشوح على الجدول أقول عندي أصلا قاعدة تقول exponential exponential سالب حرف A مثلا أي قيمة في T تساوي لي بشكل مباشر تقول 1 على حرف S هذا عشنه سالب نزل عكس الإشارة موجب قيمة X exponential سالب A T بشكل مباشر تقول هي 1 على حرف S هذه الإشارة سالب فتنزل بالعكس موجب والقيمة ما يعني هسا إنت من تشوف هذه المعادلة exponential سالب 5 T قبل تقول هي 1 على S أش مكتوب سالب 5 أنت تكتب موجب 5 حليت يعني إيه هكذا حليت تقول هي 1 على S هاي سالب 5 أنا نزلتها موجب 5 هذا الناتج وهذا الناتج ما هو نص النفس فإذا طلب منك إثبات ستستخدم القانون إذا ما طلب إثبات ممكن أجده بشكل مباشر من خلال الجتور اللي ترجمة نانسي قنقر